احنا وصلنا الى طريق مزدود فيما يتعلق بباردات النفوط. زي. انه نقف عند هذا الحد ونتعامل كواقع حالي ونصارح المواطن. يا مواطن احترى اللي عندنا هذا. احنا كنا نعيش في عالم. اليوم وصحينا انتبهنا انه هذا الموضوع اصبح قذوبة. انه احنا نسوي موازنة بسعر خمسين. زي. واربعين اربعة مليون برمليون يوميا. وخلال منتصف العام صار خلل اذا لازم نقطع الرواتب. زي. الاندكاك بالرواتب خط احمر. اهه هذا امر متفق عليه. يعني هذا بصر احنا كدولة قانون وصلنا رسالة انه رواتب الموظفين خط احمر. زي. لانه هو الموظف ما مسؤول عن الخلل في ادارة الدولة. انا موظف انا رتبت حالي ووضع المعاشي على مبلغ شير يجيناها القبل. زي. انت عندك خلل في سوء الادارة في سوء التقدير. انا لدخلني طرف بهذا الموضوع. انا مطرف. مو انتم مهمتكم هم معالجة هذا الخلل؟ انتم جزء من المنظوم؟ نحنا اليوم كعضاء برلمان نشتغل ونستمد التشريعات من الحكومة انا اذكرت لك. مجلس النواف سلبت منه التشريع فيما يتعلق بالمشاريع القوانين اللي بيها بمردود مالي او العكاس مالي. فعلينا منين نستلم؟ نستلم التشريعات من الحكومة. تجينا وندرسها ونفلترها ونمررها. فبالتالي اليوم نوصل رسالة للحكومة احنا نستوقف عند هذا الحد ونعيد النظر بهذه القوانين وخاصة فيما يتعرق بالموازنة. فعلينا نطور ونعظم الموارد الاخرى غير النفطية. زي.